اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت كيف بتستقيل لبنان بنيك يعني الحكي هيدا مش مص العاطفي في العاطفي اكيد ومحبتهم واحترامهم للرئيس الحريري ولكن في خوفهم على البلد في خوفهم على المجهول في خوفهم على مستقبل البلد ضماني للاقتصاد الرئيس الحريري بقى رحنا لعنده لنقل له انت ممنوع تستقيل وانت اليوم رئيس حكومي وبكرة وبعد بكرة وبعد سنة وسنتين انت رئيس حكومة لبنان هيدا مش خيار لألك هيدا خيار للشعب اللبناني شو سمعتوا منه ما في شك الرئيس كان واضح جدا بكلمته اذا في اتفاق بموضوع النقم النفس هو مستمر بالحكومة واذا ما فيه ساعة ما هيستمر بالحكومة اكيد حكينا بموضيع كتير اخد اسئلة كتير على الوضع الاقتصادي على المرحلة اللي ماضي شو بنا نعمل اللي ماضي حكي عن الماضي ولكن حكي كتير رئيس الحريري عن المستقبل وعن خطة الحكومة وعن المشاريع اللي بدها تتنفذ في المستقبل على كل حال اليوم ما في صحف ولكن بمواقع الصحف تقول لصحيفة النهار انه من ضمن السيناريو هو مشهد اعادة تعويم الحكومة مثل ما ذكرنا بيئة المقدمة وتعويمة يعني اعادة اجتماع لمجلس الوزراء الكلام اليوم ايضا بالسياسة انه قد يصدر بيان عن مجلس الوزراء ويمكن الخميس يصير الاجتماع او لا وبالتالي يكون مثل ملحقة وانه ثوابت جديدك لمرحلة جديدة بلبنان بموضوع اللي حكينا عنه النهاري بالنفس والعلاقات هيدا الكل اللبناني بيتمنى انه ترجع الحكومة بثوابت جديدة نعم نحنا ما تنسى شغله نحنا فتنا على شهر اعياد والكل بيعرف انه شهر ديسمبر بلبنان اي هو بيشكل من 30 ل35 من ناتج المحل صح يعني لا سمح الله هذا الشهر اذا اجه ضعيف ام الله يستر اول السنة الصرف العمال اللي حتشوفه وتسكير شركات اي الوضع ما بقى يتحمل لانه كنا قبل التسوية الجمهورية كنا هيك انا برجع بقول نحنا عم نعاني وعم نتراجع من سنة 2011 من اول مطير وحكومة الرئيس الحريري من 2011 ونحنا عم نتراجع بس لقدين ما قد نظلنا مستمرين نعم لقدين ما قد نظلنا مستمرين نعم اذا بواحد بس بشوف بوزاعة العمل للطلبات المؤسسات لصرف الجماعي بيعرف قدي في مشكل كتير كبير بالبلد بشان هيك اتمنى مش انه الحكومة يتنعقد بنهار الخميس اليوم قبل بكرة لا يريح العالم يريح الشعب اللبناني نعرف انه ما فيتين على المجهول ومصيرنا عارفين وين رايحين نحنا كنا عم نحكي عن رئيس الجمهورية زيارته لروما في تأكيد كما جاء بسحبت المستقبل انه ايطاليا ومعروف هذا الكلام قبل تعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني من ضمن سلسلة مؤتمرات سوف اعتقد قبل نهاية العام الحالي والعام المقبل واهمية استمرار هذه العلاقات الترائية كنا عم نحكي عن باريس اربعة بروما ايضا في مؤتمر بلقاءنا اليوم الرئيس الحريري حكي عن باريس اربعة وحكي عن روما اتنين انه اتنين تون مستمرين كنا عم نحكي عن جيش طبعا ولكن مجرد انعقاد مؤتمر باي دولة اروبية او غير اروبية هذا دعم للبنان هذا شغل كتير كبير انت عم بتقول هذا ايطالة اليوم عم تعمل هذا المؤتمر باريس اربعة بتقول فرنسا هدول دول عظمة شايفي قيمة لبنان وبده استقرار لبنان وبده يعني احسن استقرار لهالبلب ايضا كان وقت لما كان الرئيس الحريري بفرنسا وكان فيه كلام حول الدعم هذا الفرنسي المستمر والمتواصل لوكالة رويترز يقول مصدر رئاسي فرنسي من حوالي اسبوعين اذا بدنا نقول له اسبوع انه تبحث فرنسا باستضافة اجتماع لمجموعة الدعم الدولي للبنان للبحث بشأن الداخلي اللبناني لجانب ما حكينا الموضوع الاقتصادي في متابعة سياسية ومتابعة اقتصادية نحن نهار الجمعة قبل بنهار من الاستئال قلت لك اننا عاملين كهيئة اقتصادية اجتماع مع الفريق الاقتصادي للرئيس الحريري يشتحوننا شو باريس اربعة وكان با 14 شهر مفروض يجي الشخص من فرنسا المسؤول عن تحضير هذا الملف كان طالب اجتماع معي وقلت له لا بيجمع لك الهيئات الاقتصادية ليحكي لنا ويشرح لنا ويسمع مننا شو اهمية باريس اربعة هلا اتوقف لا لا ما فيش اتوقف الاجتماع اتأجل ولكن الاكيد الموضوع بعده مستمر وفرنسا بعدها دعمي هذا المشروع اللي هو كتير مهم للبنان للبنية التحتية لاقتصادنا 18 مليار دولار اليوم ينصرفوا باللبنان ولبنان منه كبير هتلاقي فرق كتير كبير بالبنية التحتية وبكل شي هون التوافق الداخلي السيد الشقير اللي حكيت عنه بالاول رئيس الجمهورية الرئيس بري وكل المعنيين مع رئيس الحريري كنا قبل عم نحكي بريس واحد اثنين ثلاثة عرفنا شو صار ولكن اليوم هذا مريح يسهم اكتر اكيد اكيد التوافق اليوم اللي موجود بين الرئيسة الثلاثة هيدا شغل كتير مهم يلي بنتمنى انها تستمر مع الرئيسة الثلاثة وباقي القوة السياسية هيدا كله حيترجم على الارض بالمشاريع بالاستقرار الامن والسياسي واعادة الحركة السياحية للبنان والاقتصادية هيدا كله حيترجم وقت الازمة يا استاذ شغير بدأ الكلام حول موضوع النقدي حول موضوع المالي وكان في خوف على الليرة اللبنانية ولكن حصل هذا التريت وهذا الكلام وحاكم مصر في لبنان طمعا ولكن اليوم رجع فيه كلام انه فيه معطيات عن عمليات تحويل الى الدولار ما بعرف كيف عم تذكر هيدا المعلومات فيه صحة لهالكلام أنا بحياتي مخفت على الليرة ولا خفت على هالكطاع ولكن للأسف للأسف انه فيه عنا أربع مليون يمكن لبناني خبرة مالية وخبرة اقتصادية وبتسمع ومنقر انا بالنسبة للي بأمن يلي بيحكيه حاكم مصر في لبنان لانه عم بيحكي الصدق هو قدر بهذا الموضوع بخلي ما كل واحد يحلل لأمور مثل ما بدون ايه اول ما صارت الازمة شفنا مبالغ بسيطة جدا 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 تم سحبة هي اللي هي لا لا تم تحويلها او تحويلها او وهلا عم نشوف انه العالم عم ترجع من الدولار ترجع تاخد لبناني تحولهم على اللبناني الليرة مستقرة الوضع النقدي اوي عنا قطاع مصرفي اكتر من اوي عنا 56-57 مليار ببنك المركزي احتياط ما في اي مشكل بقى هيدا كل واحد يحلل وكل واحد يكتب وكل واحد شو بده وشو مصلحته هيدا الشي لا يجوز اليوم على كل حال يعني كانت الاشيادة واضحة بحاكم مصرف لبنان وبهدا السياسي التي يعلمنا الاشيادة بحاكم مصرف لبنان هي دولية يعني اذا منشوف الحاكم قدي كرموه كم جايزي اخد خلال كدة سنة يعني حاكم مصرف مركزي اول حاكم مصرف بالعالم طلاعي نعم عم نحكي عن المال ولكن الاقتصاد المال ممكن بخلال هادا السياسي وهادا الادارة ممكن يعني ضبطه والالتزام بكل المعايير ولكن بالاقتصاد في خطورة قائمة حكيت عنها هادا الخطورة لا تبقى قائمة لانه القطاعات المنتجي وين العمال وين بعدين نحن فتنا بقوانين سلسط روتاب ورواتب ودفع اجور وزيادات يعني وكنا عم نحكي عن موضوع السلسلي بننتج السلسلي كنا نقول اي هزة اللي بلين ما بيحمله وجد هالهزة اللي هزتنا خلال 18 يوم نعم وشايفين انه الوضع اليوم الاقتصادي عند العالم قدي صعب نعم بعتقد زيادة الاجور هلأ ولا ممكن نحكي فيه خلينا نمر هالفترة الصعبة اكيد خلينا نشوف كيف نقدر نرجع عن اوة اقتصادنا كيف نرجع نخلق نمو كيف نرجع نخلق فرص عمل لانه اخطر شي اللي عم بيصير باللبنان استاذ الكريم هو هالبطالة عند الشباب يوم شو بنا نعمل الخليج نعرف الوضع الاقتصادي ما بعم بيقدر يخلق فرص عمل لللبناني افريقيا كمان وضعا صعب يعني اشتغل وهون مسكرة هالشاب اللي اليوم 30-34 ألف شاب كل سنة بتخرجوا هدول شو بدون يعملوا شو بدون يعملوا لبنان انجا يقدر يخلق 2000-3000 فرص عمل مش خلق فرص عمل هدول عبتشوب قدي عبتطعب من التقاعد عبتفوت بدالهم ولكن ما عم نقدر نخلق فرص عمل بدك المشاريع نحنا بتملشنا بورشة كبيرة مع رئيس الحكومة ورشة كبيرة اقتصادية لنقدر نرجع نشجع المستثمر يجي على لبنان يجي على لبنان يعني تصبيت قوانين قانون لتجيع الاستثمار قانون حماية المستثمر كتير امور حكينا فيها مع الرئيس وبلشنا مع فريق الاقتصاد نحكي فيها لنقدر ننفذها هلأ بتمنى ترجع الحكومة يعني لوضع اللي كانت فيه لنقدر نكمل نحنا والحكومة والحكومة والفريق الاقتصادي كل هالمشاريع اللي كنا اطلق نيها ذكرت استاذ شقير موضوع البطالة يلي الوزير رأي دخوري كان وقته عمل احصاء واحصائيات وارقام حول تدعيات ازمة النازحين على لبنان ومصدرها من البنك الدولي بقول البطالة عدد لبنانيين 30% نسبة البطالة وصلت الناتج المحلي انخفض من 8 عام 2011 الى 1 عام 2017 والازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار من عام 2011 ارقام وقتها عملت صدمة ولا نشوف شو بدنا نعمل يعني اي خطط اقتصادية يمكن ما قابد وقت لحتى نطلع من هذا الواقع شوف في امور خالك شالي اول شي بدنا استقرار سياسي بالبلد واول شي بدنا تفاهم ونرجع هذه العلاقات اليوم مع كل الدول العربية والخليجية لبنان شاء من شاء وابا من ابا اقتصاد ومبني على هذه الدول بدنا اقتصاد بدنا ندفعهم لمطالبهم بدنا ندفعهم اليوم انه استقرارهم مهم لا يرجع السائح الخليجي والسعودي الى لبنان لا يرجع اليوم المستهلك الخليجي يستهلك المواد الاولية العزائية وفيكها اللبنانية وكل هذه الامور اذا ما صار فيه هذه العلاقات صعب نرجع الوضع الاقتصادي تحسن شغل الثاني بدنا نشجع اللبناني بالخارج يجي استثمر باللبنان ما نحكي بلغة العاطفة مش بس نقوله انتخب بدنا نشجع عم قللك ما نيجي بلغة العاطفة ممكن يجي انتخب بالعاطفة ممكن يجي ليزور بيت سته اما جده بالعاطفة ولكن اذا بدوا يستثمر ما في عاطفة الاي يم يستثمر كان شو ما كان جنس فون استنهاض الطاقات اللبنانية بالخارج عم تحكي انا بشوف اليوم من هلا لخمس ست سنين ما عنا امل بكل صراحة الا هاللبناني يجي استثمر باللبنان انا بقى شايف في اي جنسية غير لبنانية صعبة بقى بقول مش ممكنة تحول بس عم تقولك اليوم الاكسرية اللي بلازم نعول عليها هي اللبنانية بالخارج اللي هني عندن قوة كتير كبيرة وعندن انتشار كتير كبير وعب ديرو مؤسسات عملاقة هي اللي تيجي تستثمر باللبنان ولكن بدنا نعطيها حوافز دي تيجي تستثمر باللبنان ما بنقدر نزيد الضرائب من قلة تعال ما نحارب نفساد ونقلة تعال نخلي حدود سورية فلتانة على التهريب ونقلة تعال نحنا اللي اكتر شي ضربنا هو هالفساد اللي موجود هو هالحدود اللي سايب في 138 معبر لحدود السوري مع لبنان وهذا البضائق اللي عاب تفوت اللي اللي الكل عم بيحكيها ما بس انا اليوم وقت ما عم تسمع في اكتر من 150 كونتينر كل يوم بيفوت من حدود السورية على لبنان تهريب لكل القطاع طيب ليش شو سبب تسكير 388 مصدعب لبنان خلال اربع سنوات شو سبب تسكير الاف من المؤسسات التجارية لانه في اقتصاد غير شرعي عب يقدر يأكل الاقتصاد الشرعي هون عم بيطلع ما بسمي ما بعمل شو بقدر سميها اذا اذا تسمي شركة مؤسسة لا شي فاسد عم بيكل هزي المؤسسة الشرعية هيدا المشكل الكبير اليوم وهيدا اللي حكيناه وهيدا اللي حكيناه واللي بيسمع انا ما في يعني صلي من خمس سنين لليوم عم بصرخ على موضوع الفساد والتهريب هلا التهريب بين بور بيروت تلمة حق تقال انا بيقدر اقول انه 99% الامور انضبطت تم ضبطة ايه طبي بور بيروت هربوا هيدول المهربجية على ترابلوس لحقوهون على ترابلوس المدير الحالي المجلس اعلى للجمارك الجديد عم بيعملوا شغل كتير كبير ولكن بالنهاية تسكر من البور هون وتسكر ببور ترابلوس راحوا الاخوين والشباب الطيبية على سوريا ليهربوا من سوريا على لبنان هزي البضائع والكل بيعرف انه قديش قديش يعني بس اعطي مثال انا لعب اسمعنا ايه كونتينر اليوم بيجي تيب تيب من الصين بفوت شرعي على بور بيروت بيكلف بين 35 ل 38 ألف دولار بين جمالك وبين تيفياء عاب بفوتوه من 5 ل 8 ألف دولار عن طريق سوريا لالبنان في ربح كبير يعني غير ربح كبير كيف هزي المؤسسة الشرعية بدت ضاين شان هيك عاب تشوف هزي المؤسسات الشرعية عاب تسكر والأسف عاب تستبدل بمؤسسات غير شرعية ولكن لغير شرعي ما بعيش بلد لغير شرعي ما بيقدر يكبر بالطريقة اللي نحنا بدنا إيها ما بيقدر اليوم يوظف ويسجل بالضمان الاجتماعي ما فيه ما فيه إفادة للدولة منها عنده التزامات وضريبة لا بيدفع ضريبة لا بيدفع بلدية لا بيدفع كلها الأمور بقى هاي دي يعني قال لي نحنا تمنى ينا وصلنا عم نسرق فيه بس هذا مشروع طويل لا أستاذ شقير وبدو إرادة لا لا هيدا بدو بدو قرار سياسي لطم من الناس اللي بره بدو موضوع اللي شوف موضوع التهريب من سوريا بدو قرار سياسي اوكي إذا اتفقوا فيه بقرار سياسي بقدر يتسكر وإذا ما فيه قرار سياسي حنعاني ونستمر نعاني من هذا الموضوع كان عندكم جولات كهيئة اقتصادية بكل دول العالم وبالتالي كنتوا عم تسمعوا هالكلام إنه فيه استعداد للعودة والاستثمار ولكن مطلوب منك لبنان واحد نين ثلاثة أربع اللي عديت طبيعي يعني احنا هلأ اشتغلنا بالاتفاق مع وزير المالية اللي طلب إنه اختراحات من الكطاء من الهيئات الاقتصادية شو فيه ممكن تعديلات ضرائبية للألفين واثمانتاش لموازنة الالفين واثمانتاش نعنى اشتغلنا على يوم الأسبوع القادم حنقدم له إياها بتمنى إنه تتاخذ بعين الاعتبار لأنه هيدا بتساعد المؤسسات وبتشجع نوعا ما المؤسسات الجديدة تيجي وتستثمر باللبنان وموعودين أيضا وعم نشغل على إعادة صياغة إذا بدك للأنون الضرائبي لأنه أنون الضرائبي باللبنان مرة على الزمن من سنة السبعة وخمسين موجود في أونين من سنة 1914 لازم نشغل على أنون حديث متطور أنون الضرائبي للبنان أخذنا الأرقام عن أزمة النزوح وبالتالي هالموضوع ما إلو معالجة إلا بعودة النازحين لحين طبيعا اليوم سوريا تكون موجودة ويعودهم نحن من أول يوم عم نقول أنه نتمنى الاستقرار والخير لسوريا ونتمنى عودة سليمة وآمنة للجئين السورية لأنه ما ممكن لبنان هالبلد الصغير يعني لا اقتصاده بيحمل شعبين ولا طرقاته بتقدر شوه على شعبين ولا الكهربة ولا الماء ولا الهواء ولا مؤسساتنا وعم نشوف أحد أسباب البطالة هو استبدال العامل اللبناني بالعامل السوري بدور أي ضواب أنا بكل صراحة اللي بيرجع بول ما بنقدر نحن نكون إنسانية مع السوري وعدمين الإنسانية مع اللبناني نحن بدنا اللبناني أولا ثم أولا ثم أولا ثم منعطي الأولوية والأفضلية إلى العامل السوري بس لا يجوز اليوم إنه طبقة يعني كتير كبيرة من الشعب اللبناني موجودة عطلة عن العمل لأنه السوري قدر يخد مكانها ولا يجوز كون في ألاف من المؤسسات السورية في لبنان فاتحة وعم تشتغل بطريقة غير شرعية برجع بركز غير شرعية أنا بالنسبة لألي إذا بدأ يجي مليون سوري أما مليون بأي جنسية استثمر بلبنان بطريقة شرعية أهلا وصالة فيه نحن لبنان اقتصاد حر واقتصادنا مفتوح للجميع وأهلا بأي جنسية ولكن إنه يكون شرعي بس لا يجوز يجي تجي أي مؤسسة بيوم ما تكون شرعية والضارب المؤسسة اللبنانية الشرعية هذا موجود هلا هذا موجود وعدده وعدده كير صار أنا بس بقدر ألك في 1200 مصنع في لبنان غير شرعي هدول بين لبنانية وبين سورية ولكن زادوا كتير طب وين وين اليوم التحرك اليوم لهال200 مصنع اقترحنا اليوم إنه هدول خلينا نصيروا شرعيين خلينا نقول عفالله عماما ده طلعوا قانون خلينا نتلزمين بس في ناس ما بده تصير شرعي وفي فريق سياسي ما بهمه هزي المؤسسات تصير شرعي نعم حكيت لما جمعتك كقطاعات منتجة كلكم عند الرئيس الحريري ببيت الوسط حكينا عن سياسة مصر في لبنان كهيئات كقطاعات منتجة حضرتكم بيكون عندكم خطط للأزمات لتواجهوا بتعملوا خطط لاحقا للتطوير للنهوض هلأ شو عم تساوي شوف خلينا يقول لك شغلي نحنا صار في اللقاء بين القوى الانتاج وعملنا هذا اللقاء بالاتحاد العمالي العام نعم وهيدا اللقاء كان يجمع الهيات اقتصادية مع الاتحاد العمالي العام مع النقابات يعني المهن الحرة وكنا اول شغلة بطلت اختلفوا اول شي اول شي نحنا نحنا متفقين نحنا ايد وحدي نحنا كنا بمركب اسمه لبنان اذا غرق هالمركب غرقنا كلنا سوا هيدا الزهنية انه في فريقين فريق العمال وفريق اصحاب العمال ايوه هيدا راح هيدا راح هيدا انا صار لتماني سنين من اول ما اجيت عم بشتغلها مع الاتحاد العمالي العام اللي كان عندي علاقة اكتر من الممتازة مع غسان غصن واليوم علاقتي مع رئيس الاتحاد اكثر واكثر من تحية تحية كتير كبيرة لانه فعلا يعني انا باعتبر حالي محظوظ بثماني سنين في شخصين در اتفاهم معن وهل ادي وعيين وهل ادي وطنية وهل ادي بحبه البلد وهل ادي عم يشوفه كمان ما بس العامل عم يشوفه صاحب العمل لانه اذا ما حفظت انت على صاحب العمل كيف بدك تحافظ على العمال العمالي الموجودة بهذه المؤسسة بقى عمدنا هالاجتماع لنقول نحنا يد وحدة نحنا متفقين نحنا كليتنا نطالب احسن علاقات مع دول الشقيقة مع دول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية وكنا اكيد ان كليتنا بانتظار عودة الرئيس الحريري الى البلد راح نتابع معك السيد محمد شقير واكيد منقلك يعطيك العافية على كل جهودك مع كل المعنيين طبعا بعد التوقف لهذه الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر